هذا وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه أن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019 وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على الحكومة السورية المساهمة في حلها وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية إن هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي يعملون بها والعقبات التي تعرقل عودة اللاجئين وينضم إلينا محمد الحواري الناطق باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهلا بك سيد محمد محمد الحواري في البداية حجم المساعدات المطلوبة الآن وكما أعلنتم سابقا ومؤخرا هو خمسة أو خمس مليارات وخمسمائة مليون دولار ما هو حجم المساعدات المخصص للأردن من هذه المبالغ؟ الخطة التي يعلن عنها اليوم هي خطة للمنطقة بشكل مجمل وتشمل أيضا تركيا إذا لم نعتبرها من خلال الشرق الأوسط أن أقرب إلى أوروبا لكن بحكم أنها تستجيب للأزمة السورية وهذه المبالغ التي نعلن عنها اليوم هي مخصصة فقط لما يخص اللاجئين السوريين باستثناء اللاجئين الآخرين عندنا في داخل الأردن أكثر من سبعة وخمسين جنسية أخرى لاجئة برقم وليس بالبسيط لدول بسيطة وصغرى الدول العشرة الأكثر استضافة للاجئين في العالم هي الدول الأكثر ضعفا اقتصاديا مما يجعلنا نقف عاجزين عن المعادلة لأننا نحتاج أن نساند هذا الشعب المستضيف كما نحتاج أن نساند اللاجئين نسبة الفقر موجودة نسبة البطالة موجودة لدى مواطنين وأصحاب هذه البلدان التي استضافت هؤلاء اللاجئين أيضا ولكن هل سيتم توزيع هذه المساعدات وفقا لأعداد اللاجئين المتوفرين في المجتمعات المضيفة أم وفقا لمعايير أخرى؟ نحن اليوم في معادلة مختلفة كنا في البداية في خطة استجابة طارئة كنا ملزمين بأن نؤوي هؤلاء بأي شكل من الأشكال اليوم نحن في خطة مستدامة وبعدة المدى عندما نتحدث عن مشكلة كهرباء نحن لا ندفع فاتورات كهرباء بل نوجد محطة توليد كهرباء للدولة المستضيفة كي يستضيف من هذا الوطن الذي احتضن هؤلاء الضيوف إلى فترة طويلة الأزمة السورية تعتبر إلى هذه اللحظة أكبر أزمة في التاريخ في النزوح يوجد هناك 12 مليون مبين نازح ولاجئ في الداخل وخارج سوريا لم تحدث هذه الأرقام منذ سنوات طويلة جدا في التاريخ الأخير هي الأكبر هي أزمة مرعبة للرقم الأردن تأتي في الترتيب الثاني عالميا من استضافة اللاجئين بالنسبة للمواطنين اللاجئ لكل 11 مواطن هذا رقم مخيف لدولة فيها نسبة فقر وبطالة اللاجئين اليوم نسبة الفقر فيهم بالمجمل في المنطقة تصل 60% في الداخل الأردن تقارب في بعض الأحيان إلى 85% من اللاجئين هم تحت خط الفقر مع أن الأردن سمح للاجئين بالعمل سمح بأن يحولهم إلى أشخاص منتجين لكن بحكم الضغوط الاقتصادية على الأردن وبنيته التحتية يعني أرهقات في السنوات الطويلة يجعلنا نضع الأردن والدول مضيفة في القائمة الأولى للمساندة ثم نأتل المعادلة المبنية ليس فقط على عدد اللاجئين بل أيضا الاحتياج للبلد المستضيف إذن على عدد اللاجئين والاحتياجات هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة أنه هناك بدأنا نرى عودة للاجئين إلى مجتمعاتهم إلى سوريا هل ستتوافق الخطة هناك تغيير في خطة الاستجابة وفقا لهذه المعطيات؟ في هذه اللحظة أنا لا أستطيع أن أجيبه على هذا السؤال فيما يتعلق بالعودة أن الرقم جدا بسيط جدا النسبة مما يرغب من العودة من اللاجئين هي لا تتجاوز 13% 13% منهم لا يرغب بالعودة في 12 شهر القادم عندنا فصل الشتاء عندنا أمور لمس استجابة يعني من الرقم الذي نتكلم عن الأردو 670 ألف 670 ألف لن يعود من أحد من أرقام كبيرة من هنا إلى نهاية عام 2019 بالتالي يجب أن تكون خطتنا ملتزمة إنسانيا وأخلاقيا لمساندة دولة المستضيفة لهم حتى تستطيع باستمرار إضافتهم وهم يستطيعوا صيانة حياتهم نأمل طبعا دميعا أن يعودوا ولكن في الوقت ذاته هل ستسرع الخطة من عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ إذا كان هناك استجابة حقيقية لنتمكن من خلال برنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمساندة سوريا في استعادة البنية التحتية للمناطق التي يمكن عودة اللاجئين فيها وتتوفر الشروط المعتادة من الأمن والأمان وغيرهم للأمور التي في من شأنها تحقيق الكرامة حتما ستكون هناك عودة كبيرة جدا مثل ما تفضل أمين عوض هو المدير للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن في حال قد يكون هذا الرقم متغير متغير بناء على التوفر الإمكانية العودة المتحدث باسم مكتب المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري شكرا جزيلا لك